فيه كل طفل لنمط من التعلم فده بيسهل قوي إنه لو المدرس أو الأمة بتذاكر للولاد ففيه أول نوع اللي هو النوع البصري ده الولاد بيفهمه كويس جداً اللي هو لو شايف الحاجة يشوف فيديو يعني أنا كنت دايماً ولاده وهم صغيرين شوية أدور على فيديوز ليه علاقة بالدرس اللي هما هيذكروا فخليهم يشوفوه بس ده مش هيخد مني خمس دقايق فعلاً يشوفوه الفيديو يشوفوه تجربة فعلاً حصلت الولاد دي بتحب إنها تاخد نوت أو يعني تكتب وراء المدرس أو تكتب وراء الأم دول فيجول دول فيجول البصريين لو بيذاكر حاجة ممكن هو أو مامته يرسم رمز صغير للحاجة اللي بيذاكرها يعني مثلا بيذاكر تاريخ يرسم حاجة صغيرة بيذاكر مثلا دي هتفكره دي هتفكره لأنه بصري طب هل أنا اللي أقول لي ابني أعمل كده ولا أثيبه هو يكتشف نفسه الوحد أنا أساعده أنه هو يكتشف نفسه فلما يعني نعرف هو إيه هيسهل علينا الوقت والمجهود لأنه بيبقى فيه يعني مقاومة من الولاد في المذاكرة ليه لأنه هو حاسس أنه هو المعلومة بتدخل بصعوبة مش ده الطريقة المناسبة اللي المعلومة بتدخل بيها مخي وبعرف استوعبها نعم